اشتركوا في القناة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحن مع سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح وتويصوا بالحق وتويصوا بالصبر مضى من الكلام إلى وعملوا الصالحات السورة كما رأيتم الآية الأولى منها قسر لتوكيد القضية الآية الثانية تشخيص المرض إن الإنسان لفي خسر الآية الثالثة وصف العلاج بأربعة أنواع من الأدوية هي الإيمان والعمل الصالح التواصل بالحق والتواصل بالصد وبعد وقفات مع الإيمان شرعنا نتحدث عن العمل الصالح حيث الإيمان كالأساس والعمل الصالح كالبناء فإذا أسس الإنسان ولم يبني لا ينتفع بهذا وإذا بنا دون أن يؤسس سرعان ما ينهار بناءه أفمن أسس بنيانه على ثقوى من الله ولضوان خير أمن أسس بنيانه على شفى جرف انهار ثانهار به في نار جهنم والله لا يهد القوم الظالمين نعوذ بالله فكل عمل صالح ليس مبنيا على الإيمان كما قال ربنا الرحمن وقدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والسبب ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نعوذ بالله تعالى ونسأل الله العافية فالإيمان ثم العمل الصالح ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا بالتحلي إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل وعمل الصالحات لعله سبق عند الحديث عن السورة مجملة أني قلت هذه لها مرادفات وعمل الصالحات إيمان وعمل صالح يرادفها الإيمان والاستقامة كما قال الله عز وجل هنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال في سورة أخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أيت الأحقاف فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أيت فصلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم نسأل الله من ونسع فضله المرادف الثالث التقوى يعني المرادف العمل الصالح الاستقامة والتقوى التقوى جاء في قولي تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم نسأل الله الفوز العظيم فالولاية في الإسلام إيمان زائد تقوى والولي مؤمن زائد تقي وأنت إذا أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر أخذت أول خطوة في طريق الولاية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحابنا لهم فيها خالدون نعوذ الله فأول سل من على طريق الولاية هذا الإيمان التوحيد العقيدة التي هي في القلب ثم تتبعها بالتقوى التقوى امتثال أمر واجتناب نهي فعل الأوامر واجتناب المحرمة وهي كقولك وعمل الصالحة أو عندما تفسر عمل الصالحة امتثال أوامر واجتناب نواهي امتثال أوامر واجتناب نواهي الأوامر ما بين فروط وسنن ومستحبات والنواهي محرمات ومكرهات وشبهات فإذا أنت التزمت الفرائض واجتنابت المحرمات فأنت مسلم وإذا أنت فعلت الفرائض والسنن واجتنابت المحرمات والمكرهات فأنت مؤمن وإذا أنت أديت الفرائضة والتزمت السننة واتصفت بالورع واجتنابت واجتنابت المحرمات وكذا المكرهات وابتعدت عن الشبهات فأنت محسن وبتكون في درجة عالية من درجات الولاية درجات الاستفاء والاجتباء لا تظن أن الولاية ختمت كما ختمت النبوة وكما يوهمنا المتصوفة أو كما يتخيلون أن الولاية هذه مقام ناله أصحاب المقامات وأصحاب الكرامات وهي لا تكون إلا في من مات أما الأحياء فكلهم أعداء لأنه من لم يكن ولي فهو عدو فهل ترضى أن تكون عدوا لله لا أنت تبدأ الولاية بأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولك خلاص بدأت تدخل في ولاية الرحمن الله ولي الذين آمنوا ويخرجهم من الظلمات إلى النوم بدأت تجتهد في الطاعة بحيث تحافظ عن الفرائض والنوافل وتتعد عن المحرمات والمكرهات أن تدخلت في سلم الولاية الخاصة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقوا والتقوى اتقاء محارم الله والتقوى فعل الطاعات وترك المحرمات واجتناب المتشابهات أنت كلما فعلت هذا تزداد درجة وتزداد رقيا في سلم الولاية بماذا بالعمل الصالح اقرأ قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الاصطفاء الاصطفاء في ميزان الله اصطفاء نبوة وااصطفاء ولاية النبوة لا تكون إلا اصطفاء ومنحة من الله عز وجل ومهما اجتهد العبد الصالح في أن يكون نبيا لن يكون أبدا إنما النبوة مجرد اصطفاء الله يصطفي من الملائكة رسل ومن الناس لكن الولاية تأتي بالاكتساب مع توفيق الله عز وجل للعبد يجتهد في الطاعة فيكون وليا يجتهد في الأعمال الصالحة فيكون وليا وهو قوله تعالى الله يجتب إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب فهما طريقان للولاية اجتباء الله سبحانه وتعالى واصطفاءه والإنابة إلى الله عز وجل والإقبال عليه مع الإقبال على الله عز وجل ستجد الناس أصنافا أربعة وكلها في باب وعمل الصالحات أو تفسير وعمل الصالحات وهو قوله تعالى في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا من هؤلاء المصطفون يرى بين لهم درجات تبدو في السورة عبارة عن ثلاث درجات بصريح اللغ فمنهم ظالم لنفسك ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ذلك هذه تعود على الثلاثة أصناف ثم قال بعدها جنات عدن يدخلونها والواو هنا تعود على الثلاثة أصناف بما فيهم الظالم لنفسه بما فيهم الظالم لنفسه لأن الله عز وجل خلق خلقه ويعلم أنهم ليسوا معصومين الظالم لنفسه هذا ماذا يفعل قصر في الطاعات أو ارتكب السيئات ويدخل الجنة وهيدخل الجنة إما أنه تاب وإما أنه يشبع فيه شفيع المطاع وإما أنه اندرج تحت المشيئة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاه ولمن يشاه هنا لمن تاب ومن لم يتب مدام داخل دحت مشيئة الله لم يقل ويغفر ما دون ذلك لمن تاب قل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاه مشيئة الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعلها ويقال فيها لا يسأل عما يفعله هو يعدى وربك عندما حدثك عن المتقين في سورة آل عمران ذكر أنهم يذنبون وربما وقعوا في كبائل قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أعمال صالحة وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم كلمة فاحشة هنا تعني الكبائد أو ظلموا أنفسهم بتقصير في الطاعات وارتكاب للسيئات ذكروا الله يعني ائتابوا وأنابوا رجعوا إلى الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفوا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد لا أحد ما عندنا كرسى اعترافحنا ولا لازم تروح للشيخ عشان تتوب على يديه ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين اللهم مش عنا منهم يا رب العالمين فقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه درجة الدنيا الدرجة الدنيا ظالم لنفسه يعني قصر في الطاعات وارتكب للسيئات السيدة عائشة رضي الله عنها وهي بتفسر هذه الآية تقول لمن تجيبه عن الآية تقول ظالم لنفسه مثلي ومثلك الله يرضى عنك سيدة عائشة الله يرضى عنك وعن أبيك بقى مثلي ومثلي طب ما لحنا الروح فين يعني بعدين الله يكرمك يا سيدة عائشة بقى لش حكاية مثلي ومثلك هذه أصلا دلوقتي بقى تمثلي دي حاجة مصيبة خالص هنقل داخل الفندون برح فشايف شكل غريب كده يعني فقول للرجل بوي أو جير بقول بوي أو جير قال لي نو نو لا لا بوي ولا جير و لتنو دي حاجة لنسل جديد لا يملك مزخ مشا مزخ والعياذ بالله فربنا يكفينا وياكم شر المثلية دي ما هو يعني المهم يهذبه في المصطلحات في السيدة في السيدة عايشة بتقول له فمنهم ظالم لنفسه قالت له مثلي ومثلك يعني بنقصر في الطعات ونقع في السيئات هذه درجة الدنيا ومنهم مقتصد اللي هو يعني بيشد حينه لدرجة ان الحمد اللي يمحفظ على كل الفرائض وبيشتني كل المحرمات وده حاجة عظيمة جدا حافظ على كل الفرائض واجتنب كل المحرمات لكن هو درجة دون الآخر أو دون الآخرين ده اسمه مقتصد ودرجته في الجنة من أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فيه سدر مخدود وطرح منضود وظل ممدود وماء مذكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع وفرش مرفوع إنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين يعني كثير أوي في الأمة في أولها وفي آخرها لما تترقى الدرجة الثالثة بعد الدرجة الدنيا الظالم النفسي والدرجة الوسطى المختصة الدرجة العالية دا رجل بيأد الفرائض والسنة وبيبتعد عن المحرمات والمكرهات وبيرتقي من الإسلام للإيمان كما إنه بيرتقي من أصحاب اليمين ليكون من السابقين الصنف الأول المذكور في سورة الواقعة بس لسه خد معاك من الدرجة الأخيرة اللي هي العليا دنيا وسط عالية عليا العليا العالية والعليا الاتنين المذكورين فأيت فاطم بعنوان ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله بتعطيك العالية أدى الفرائض معها النوافل وترك المحرمات ومعها المكرهات العليا اللي أو دي اللي هي يقوله دلوقات احنا التوب التوب ده خالص القمة اللي ده بيؤد الفرائض والنوافل وبيزتزم الورع وبيبتعد عن المحرمات والمكرهات وبيجتنب المتشابهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه إبا دي الدرجة العليا العليا والعالية ومنهم سابق بالخيرات واللي هي فصرتها سورة الواقعة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأول وقليل من الآخر على سرر موضون متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ملدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ورحم طير مما يشتهون وحور أي كأمثال اللؤلؤي المكنون جزاء بما كان يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلام نسألك يا رب من فضله وهؤلاء هم المعليون بقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علينا نسأل الله من فضله نسأل الله من فضله نسأل الله من فضله شفتوا عمل الصالحات رتب منازل درجات اتشعبط انت في أي حال بس بتعودش طول عمرك تقول ايه هاتشعبط في السبينس مش شرط في السبينس لأ إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الآن يعني في الأول هاتشعبط في السبينس تعالى الدامع وحد كده اسمع علم وقرأ قرآن وابدأ تفعل الخير وافعل الخير وافعل الخير شوف الخير مفتوح اللي هو عمل الصالحات برضو ممكن تكون مرادة رابع لقوة عمل الصالحات استقامة تكوى فعل الخير وافعل الخير لعلكم تفلحون وهي الخير دي مولان شوف كل خير يخطر لك على بار افعله زي لما النبي عليه الصلاة والسلام قال في العشر الأول من ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر يعني العشر من ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الكهاد في سبيلها النبي عليه الصلاة ما علمهم أن الجهاد ده إيه ذروة سنام الإسلام وذروة سنام الإسلام قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله يا الله ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل أو إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء يعني ما هو الجهاد فقط دنار الشهادة في أعلى رتبها لهذا يفوق العشر في أيام العمل الصالح اللي أنت بتعملهم في ذي الحجة فلما قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح العمل الصالح أخت إلا الذين أمنوا وعملوا صالحا طب لما تقول لي إيه العمل الصالح في العشر من ذي الحجة أو العمل الصالح بإطلاق كما في آية العصر كل شيء يخطر لك على ذا من أول الفرائد إلى السنن إلى المستحبات في المقابل أنت بتترك المحرمات والمكرهات وتجتلي بالمتشابهات وعملوا الصالحات عملوا الصالحات كل خطوة تخطوها للمسجد عملوا الصالحات ما هو أنت تخدها الأول أنه حافظ على الفريضة الصلاة في أوقاتها أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطة وبعدين دقايي المسجد وبعدين البيت بعيد أوي عن الجامع أيها في ناس هنا في بعض الولايات ما فيه الولاية بتاعته ما فيهاش مسجد فبيروح للولاية التانية أو المقاطعة الأخرى بينطلق بالسيارة ما بين ساعة أو ساعتين وأحيانا بيكون في عز التلق ما هو نازل ماشي بالسيارة على السنوب وإيه ده أنا رأيت هذا رأيته في أوروبا ورأيته في أمريكا وسمعت عنه في كندا ده شيء يعني يحاكي عالم الصحابة يعني بالساعتين عشان يروح يصلي يبحافظ على الجماعة إيه العظمة دي وبعدين ما انت عندك الجماعة شوفك يعني كل ده دي خطوات جايها ماشي جايها بالسيارة خل اعتبر لفة العجلة بتاعت السيارة خطوة يا أخي هو يعني عشان راكب مش هياخد ثواب الخطوات انت عندك حديث في فضل الجمعة وفي مناقب يوم الجمعة عجيب الشكل انك انت في البيت اختسل من غسل واختسل وبكر وابتكر بدري كده في وقت الضحى طالع رايح على الجمعة ومشى ولم يرك انا كنت في المدينة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام وساكن هناك عند الميقات في الواد المبارك بيني وبين المسجل الحرام بيني وبين الحرام النبوي يعني حوالي 8 كيل فكان لازمك ابو صلاة فيه ناس يترك السيارة ما شاء الله يعني ان شاء الله فقيرة وعنده وصول سيارة ولا يترك السيارة وفي عز الموجة الحرة ولايح على المسجد للنبوي فين فلان مشي مشي انا افتح بوقي 8 كيلو ايوه هو صلى الفجر والضحى بعد الشروق وتوكل على الله ساعة 9 عشرة تلاقي في المسجد للنبوي وفي الصف الأول يروح يخلي الجماعة يفتحوا للوقفين حراسة ما عملتهاش أنا ولا بره ما أضعش 8 كيلو طب لو انا ساكن في فندق قريب من الحرام ما عمل كده النبا 8 كيلو ومش هو شاف فيه حديث بيقول من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم دنى من الإمام فاستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها عبادة سنة يصوم نهارها ويقوم ليلة هات لي واحد من أولياء الله الصارحين طول السنة يصوم النهار ويقوم الليل ومش بالفعل نفسه يعني مش مرة وحدة بكل خطوة فلك أن تتخيل ده كام ألف خطوة خدها من الميقات أو من الوادي المبارك الغاية لما وصل مسجد النبي عليه الصلاة ده أنا ببقى ساكن في الفندق قدام الحرم المدني والساحة دي كلها بس بطولها ما هو يعني ما بنمشيش بقى ما بنتريضش ما بنعملش تلاقي الدنيا خربانة معا إيه ده اللهم صل على النبي اللهم بارك ما شاء الله تبارك الله إيه ده أهدى وعمل الصالحات ده نموذج أنا رأيت نماذج من الصالحين ما بيصنش حاجة فيها عمل صالح إيه لو بيعملها كل حاجة بيعملها طلعه وقع في المسجد النبوي طلع إزازة العتل وبيليف على الناس يعطى لهم الطيبهم التالي بيوسع سواكات التالي مش عارفة وكتيبات كل أعمال الصالحة شوف كل ما يخطر لك على بال وعمل الصالحات ولسا نتكلم إن شاء الله عن عمل الصالحات مرة أخرى وغيرت لما إن شاء الله نتكلم عن التواصل بالحق والتواصل بالصبر ونختم بها سورة إن شاء الله قبل من سافر وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد المعالي والصحبي أجمعين يا رحمة الرحمة اللهم عملنا بفضلك اللهم عملنا بجودك اللهم عملنا بكرمك سألك الرضاك والجنة أعوذلك في صخاتك والنار اغفر الظنوب فرج الكروب أسر العيوب يا علام الغيوب عاملنا برحمته أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم اسلنا بسترك الجميل واجعل تحت السطر ما يرضيك اغفر لنا وارحمنا اكتب علينا وعفو عنا وعافنا اشك مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وفك أسرانا وأسر المسلمين يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين الحمد لله رب العالمين وصلي لهم أسلم ومالك على نبينا محمد وأهلي وصحبه إجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة